اشتركوا في القناة من جانبه أعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أعلن أن مجلس شورى الجماعة قرر التقدم بأوراق ترشيح المهندس خيرت الشاطر إلى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية وعقبول استقالته من عضوية الجماعة وموقعه كنائب للمرشد العام للجماعة كشف الدكتور عبدالصمد الشرقاوي رئيس حزب الوفاق القومي عن وجود تحالف مع حزبي الكرامة والعرب الديمقراطي الناصري في دعم حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع ضم عدد من رؤساء الأحزاب دعا مؤتمر نظمته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم إلى إنشاء كيان قضائي للنظر في كافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وجرائمها وأكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني لللجنة العليا للانتخابات على ضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات والاستفتاء يتم النص عليها في مشروع الدستور القادم للبلاد ويصدر قانون بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها لقيا خمسة من الأقباط مصرعهم بينما أصيبت نان بالاختناق داثل دير الأنبا بشوي بوادي النطرون نتيجة التزاحم والتدافع على مزار البابا شنودة بابا الإسكندرية وابا تريارك الكرازة المرقصية هذا وقد تم إغلاق الدير أمام الزائرين عقب الحادث وتم نقل جثث الضحايا والمساوبين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون كما تم تحرير محضر بالواقعة وجرى اختار النيابة العامة والتي تولت التحقيق تستأنف محكمة جنايات شبراء الخيمة الأحد جلسات قضية ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والمتهم فيها خمسة من كبار ضباط الشرطة بالقليوبية كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كل المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وحدثت مواجهات أسفرت عن مقتل نحو عشرين شخصا وإصابة أربعين آخرين أصدر وزير العدلة المستشار عادل عبد الحميد قرارا بعقد محاكمة المتهمين في أحداث استاد بور سعيد بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة وذلك لدواعي أمنية جاء ذلك بينما حددت جنايات الإسماعيلية جلسة السابع عشر من إبريل المقبل موعدا لنظر الدعوة كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع صبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه يأتي هذا فيما تجمع عدد من أهالي المتهمين أمام محكمة بور سعيد احتجاجا على نقل مقر المحاكمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة من ضبط متهم جديد في واقعة إحراق المجمع العلمي وقامت السلطات الأمنية وقالت السلطات الأمنية إن المتهم اعترف بالاشتراك مع آخرين في إدرام النيران بالمجمع العلمي بتحريض من أحد الأشخاص مقابل خمسين جنيه وإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وصل إلى ميناء الأتكاب السويس وصل أربعة وثلاثين صيادا بعد قيام السلطات السعودية بالإفراج عنهم بعد القبض عليهم لدخولهم للصيد في المياه الإقليمية السعودية هذا وقد أشار الصيادون المفرج عنهم إلى أن السلطات السعودية اشترطت دفع عشرة آلاف ريال سعودي كغرامة على صيدهم في مياهها الإقليمية انتهى مشاهدين موجز الأخبار ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على شبكة الإنترنت كما يمكنكم مشاهدة البث الحي للقناة على الموقع نفسه في أمان الله